ارجع مع اسلام التوزيع خطيرة بابا جول خطيرة وجول لمنتخب تنزانيا عند الدقيقة الثالثة والاربعين اللعبة من اروع ما يكون دفاع جزائري وفريق جزائري يجري خلف الكرة اذا كان يجري خلف الكرة اليوم المنتخب الجزائري ليس هو المنتخب الذي نعرفه بادي السيطرة المطلقة لعناصر منتخب تنزانيا وهذا الهدف المتميز والمنتاز لسجله اللعبين التنزانيين ببراعة منتخب جزائري لم يقدر على صناعة الفارق في الخطة الامامي شوف وضعية المساهم المندافعين وينك يا مجاني وينك يا ماندي وينك يا دفاع الجزائر وينك يا فوزي خرج واحد وحطها بالراس افتح مجال التجيل اللعب مقوري الياص لصالح منتخب تنزانيا تيب البيت وتنظيم الصفوف والكرة تسترجع من هناك من مجاني في الخط الخلفي طويلة الكرة من مجاني من ناحية اسلام قتلنا فقط الكرات هكذا الطويلة العالم يفعل ما يشاء بدفاع المنتخب الجزائري صمطة يعبث بدفاع المنتخب الجزائري صمطة يضيف هدف تاني لمنتخب تنزانيا أمام دفاع يتفرج أمام أداء غريب للمنتخب الجزائري في هذه المباراة أمام دفاع غريب للمنتخب الجزائري في هذه المباراة فعلها صماطة والسجل هدف ثاني لمنتخب تنزانيا هو هدفه الثامن له في مشواره مع المنتخب التنزاني دين سفر بعد عشر دقائق لعب منذ انطلاقة الشوطة الثاني قلنا بأن المهمة صعبة وقلنا بأن المباراة صعبة وقلنا لك يا جوركيوش بأن إدارة والإشراف على منتخب الحجم الجزائري ليس كما إشراف على نادي فرنسي وقلنا بأن هوية لعب لا نجدها بهذا الشكل يا مندي انت تقريبا مش عارف مندي وكأنه شوف 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 آه لا 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 مراوغة واحدة وجد نفسه واحدة وجهة لوجهه أمام رئيس أبن بل ثلاث لمسات راوغ ادخل لمسة أولى ثانية تلفى حطها في الشباك أخب الجزائري سجل هدف في هذه المباراة لازم عليه سجل هدف طائد وليد مسلوب يرفعها في القائمة الثانية ويسنب سيباني قول 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 للمنتخب الجزائري وزنه من ذهب يا إسلام قول للمنتخب الجزائري وزنه من ذهب يا إسلام وليد لعب مباراة ولعب كرة ممتازة في اتجاه إسلام خارج في القائمة الثاني أعدنا للمشوار من بعيد إسلام 2-0 قلت لكم كثيرة أو 3-0 كان ممكن تكون كثيرة 2-1 نتيجة طيبة في الظروف اللي مرت إسلام لم يكن متسلل سيدكر تاريخ بأن إسلام أنقذ الجزائر اليوم نعم أنقذهم بتسجيله لهذا الهدف أمام منتخب تنزلية في ظروف من أصعب ما يكون ظروف صعبة 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 لا نلوم لك كثير فوزي غلام بين هناك بالرأس تنزلية الكرة نبيل بن طلب ممكن تساعد فوزي نبيل بن طلب مرت الكرة مر الكرة مر الكرة مر الكرة مر يوصل سمطه بين أحضان الرئيس سمط بين أحضان الرئيس غطى المرمى كما ينبغي نبيل بن طلب في الأرض يا نبيل ليس كرة عالية هكذا بعيدة تلعب على الجاة اليمنى لرياد محرز رياد مع إسلام روح يا رياد زيد يا رياد زيد يا رياد راح إسلام وصلته إسلام اوش بتسلل الاسلام اسلام هنا وقال اسلام قال سيشهد التاريخ يا اسلام بان كان قدهم في اصعب الطروف راح رياض دخل اسلام قال اسلام قال 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 عدنا من بعيد المنتخب الجزائري يعود من بعيد بفضل رياض واسلام قول تاني غير متوقع تماما من شاهد الشوطة الثاني وعاد وقلنا له باننا عدنا النتيجة لا يصدق اتنين اتنين صارت النتيجة المنتخب الجزائري بالنفس الطويل رياض محرس